أسعدتم أوقاتاً وأهلاً بكم. أشارت صحيفة الڭاردين إلى أن إسرائيل قررت عدم إجراء تحقيق جنائي في مقتل الزميلة شيرين أبو عاقلي على الرغم من دعوة إدارة بايدن ومجلس الأمن الدولي إلى تحقيق شفاف. وتلفت الصحيفة في تقريرها إلى أن هذا القرار يمثل خروجاً عن غالبية الحوادث الأخيرة التي تنطوي على إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على المدنيين في الضفة الغربية المحتلة والتي تلتها تحقيقات. وانتقدت منظمة يشدين الإسرائيلية غير الحكومية قرار عدم إجراء التحقيق قائلة إن آليات إنفاذ القانون في الجيش الإسرائيلي لم تعد تكلف نفسها حتى اللجوء إلى التحقيق حتى لو كان الأمر شكلياً. قالت صحيفة للمانيفستو الإيطالية إن إعلان الجيش الإسرائيلي عن قراره بعدم فتح تحقيق بشأن اغتيال شيرين أبو عقلي يدل على استمرار تجاهله لعشرات الشهادات الحية ونتائج التشريح وغيرها من القراء التي تدينه. ولفتت الصحيفة إلى أن العناصر لازمة لمواصلة التحقيق متوفرة وبكثرة لكن يبدو أن الجيش الإسرائيلي لا يرغب في المضي قدماً في التحقيق تجنباً لنشوب خلافات داخل المؤسسة العسكرية ولتفادي تصاعد التوتر في المشهد السياسي المتفاقم أصلاً. نشر موقع مدل إيس آي البريطاني مقالاً لصحفي الإسرائيلي ميرون رابوبارت قال فيه إن الهجوم الإسرائيلي الوحشية على جنازة شيرين أبو عقلي كان عملاً لسلطة خالية من التعاطف والاستراتيجية. لغتها الوحيدة هي العنف ويدل على أنها لم تعد تحترم كرامة الميت وأشار الكاتب إلى أن تصرف إسرائيل في الجنازة يعكس ضعفاً وينم عن دولة ضلت طريقها فلا رؤية لديها لكيفية إنهاء النزاع مع الفلسطينيين. الشيء الوحيد الذي لديها هو التلويح بالقوة سواء في جنين أو القدس. ويرى الكاتب أن إسرائيل أرادت بعث رسالة للفلسطينيين بأن لا شيء مقدس ولا قيود عليها حتى الواجب القديم في الحفاظ على كرامة الميت. فلن يتم احترامه طالما كان الميت فلسطينياً. نشر صحيفة ميل أنجاردين الصادرة في جنوب إفريقيا مقالة قالت فيها إن أولئك الذين يهاجمون الجنازات يعتبرون أنفسهم منبذين. ويشدد المقال على أن الذين ينتهكون القانون ويهاجمون المشيعين في الجنازات والذين يمنحون الأولوية للأهداف السياسية أو الاقتصادية فوق الاعتبارات الإنسانية وحقوق الإنسان. يعرفون أنفسهم بأنهم منبوذون. ويضيف المقال ربما يعتبر هؤلاء أن ما يقومون به دليل على القوة والمناعة. لكنه في حقيقة الأمر دليل على الضعف وفقدان النزاهة. عندما شاهدنا لقطات تلفزيونية الأسبوع الماضي لرجال شرطة إسرائيليين يهاجمون نعشة الصحفية شيرين أبو عاقلي خارج كنيسة في القدس. شعرنا بالإشمئزاز والخسارة. لقد كان مشهدا وكأنه مصنوع في نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا. أشار تحليل نشرته صحيفة هارتس إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتيليب بنت وشركائه فشلوا بامتياز في مهامهم. وتضيف الصحيفة أنه إذا واصلت النائبة غيداء ريناوي زعبي تمردها فإن التحالف الحكومية في إسرائيل سينهار بسرعة لأن آليات عمل الحكومة قاتلة. نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين في حلف النيتو. قولهم إنهم يريدون إنهاء عملية انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف في أسرع وقت ممكن. الخبراء لا يتوقعون أن يكون لدخول فنلندا والسويد إلى حلف النيتو تأثير مباشر على الحرب في أوكرانيا. إلا أنهم يقولون إنه سيسمح للدول الأوروبية بمزيد من الوضوح في خطتها لمواجهة روسيا وعدم اللجوء إلى التخمين. ويشير جيم تاونسند الذي عمل مسؤولا كبيرا في البنتاجون لشؤون الدفاع الأوروبية خلال إدارة أوباما. إلى أن انضمام البلدين إلى النيتو يمثل ضربة كبيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ورأى أن فنلندا والسويد لم يتعمقا كثيرا في الحياد. بل كان دائما في حالة قرب مع النيتو. أجرت صحيفة لاستامبا الإيطالية حوارا مع رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين. قالت فيه إن الحفاظ على السلام في بلادها وفي القارة الأوروبية هو السبب الحقيقي. وراء رغبة انضمام فنلندا والسويد إلى حلف النيتو. وقالت مارين نحن عازمون على أن نكون في الجانب الصحيح من التاريخ. الذي يدعم الأوكرانيين ضد الهجوم الروسي على بلادهم. وبشأن معارضة تركيا لانضمام بلادها والسويد لحلف النيتو. شددت مارين على أن رد فنلندا والسويد على المخاوف التركية. هو أنفتاحه مال كامل على الحوار بهدوء مع أنقرة. لمعرفة ما إذا كان هناك أي سوء فهم للأمور. كتبت صحيفة والستي جورنل أن السلطات في السويد وفنلندا رفعت مستويات التأهب. لمواجهة مخاطر القرصنة المتزايدة بسبب الحرب في أوكرانيا. والطلبات من دول الشمال الأوروبي للانضمام إلى حلف النيتو. ويقول ديفيد لندل وهو مهندس باحث في وكالة أبحاث الدفاع المرتبطة بوزارة الدفاع السويدية. إن القراصنة الذين تربطهم صلاة بروسيا قد يحاولون التأثير في عملية انضمام بلاده إلى النيتو بطرق مختلفة. وضاف لندل أن المتسللين قد يشويهون المواقع السويدية وينشرون معلومات مضللة عبر الإنترنت. مشيرا إلى أن عملية الالتحاق بالنيتو تعني أن الوضع تغير تماما. قال وزير النقل الأمريكي بيت بوجيج لصحيفة الڭاردين. إن هناك الكثير من الإرادة السياسية في الداخل وعلى الصعيد الدولي. تجاه التعاون في جهود إعادة الإعمار طويلة الأجل في أوكرانيا. على غيرار خطة مارشل التي ساعدت في إعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. واعترف الوزير الأمريكي بأن الحديث عن إعادة الإعمار قد يبدو سابقا لأوانه. لكنه أشار إلى أنه لمس بوضوح في لقاءاته مع القادة الأوكرانيين. أنهم يفكرون بالفعل في إعادة الإعمار حتى وهم في حالة الدفاع عن وطنهم. قالت صحيفة نيويورك تايمز في افتتاحيتها إن الحرب في أوكرانيا تزداد تعقيدا. وأمريكا ليست مستعدة وتتكبد تكاليفة غير عادية وتواجه مخاطر جسيمة. وتضيف هناك العديد من الأسئلة التي ما زال على الرئيس بايدن أن يجيب عليها للجمهور الأمريكي. فيما يتعلق بالتورط المستمر للولايات المتحدة في هذا الصراع. عن الشواطئ الأمريكية لن يستمر إلى أجل غير مسمى. فالتضخم مشكلة أكبر بكثير بالنسبة للناخبين الأمريكيين من أوكرانيا. اللحظة الحالية هي فوضوية في هذا الصراع. وعلى بايدن أن يوضح للرئيس الأوكراني فلودومير زيلنسكي وشعبه أن هناك حدا للمدلة الذي ستواجه فيه الولايات المتحدة وحلف النيتو روسيا. وحدودا للأسلحة والمال والدعم السياسي الذي يمكنهم حشده. وتقول نيويوك تايمز من الضروري أن تستند قرارات الحكومة الأوكرانية إلى تقييم واقعي لوسائلها ومدى الضمار الذي يمكن أن تتحمله أوكرانيا. نختم بهذه الجولة المجزة. نعود بكم إلى متابعة هذا اليوم مع زميلة ميادة. شكرا.